السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوان ديالي تبارك الله عليكم والله احفظكم ليا كما القاعدة الفيديو قبل هذا هضرنا فيه على فوقاش سوف نرد القسمة البلاستها وفوقاش سوف نحولها وكملنا فيه على طريقات تركب شمع الاساس للخالية اللي غادي نزيدوها باش تبنيه لينا وكما قلنا خليناها في الفيديو السابق ما يمكلناش نهزو شمع اساس ونكتروها للخالية ديالنا شمع الاساس كنعطيه للخالية ديالنا بالطريقة قانونية وانا نحل كتير وغادي نعطيوها اطار ديالشمع الاساس كان نعطيوها اطار ديالشمع الاساس وكما قلت لكم كان نحزو اطار اللي فيه عسل وحبوب اللقاح وكنديروه ما بيلاحظنا والاطار اللي في الطرف في عسل وحبوب اللقاح وكنتمشوه مع الخالية ديالنا اطار باطار على حسب نحلي فيها حتى كنكملوها وانا نعطيوها اطار اطار اللي غا تشد فيه تبنيه ما بقاش لنا اطارات خورين زايدين كنعطيوها اطار حتى تبني لنا هاداك وكنولي ونجيو تاني ونزيدو لها اطار واحد خور وحنا كنتمشوه مع الخالية ديالنا بحال هكوه علاش حتى كنكملوها وانا جينا نعطيوهم مثلا نخصها خمسة اطارات وهي ما فيهاش النحل الكافي اللي غا يغطي لنا ذاك خمسة اطارات نقدر احنا نركبوهم وتكون جايه شي حرارة ويضيعو لنا الاطارات يدوبوا لنا او لا يبقوا تماما والنحل غا يتشتت فيهم وما غا يبنيش لنا الاطارات بالزربة وحنا كخصنا اطار اللي اعطينا هالخالية ديالنا تبنيه لنا باش تبيض فيهن المالكة ويكتر عندنا النحل في الخالية هدا هو علاش كنعطيو اطار باطار على حسب النحل اللي كين في الخالية وكنقول الاخوان اللي هما اللي هما يعني عندهم النحل وكيبني لهم الشماء في هاد الوقت هادي ومحتاجين من الشماء يبني لهم النحل كنرشد الاخوان يعطيو الشماء الاساس ويعون بشوية ديال المحلول السكري مخفف يعني كيلو ديال السكري بيطر ونص ديال الماء وتكون معشبة شنو هما شنو هما العشوب مربما زعتار رفليو قرفان مهم اي حاجة درتها تعشب بها محلوس السكري ديالك وتعطي اوكسي فيطامين خطرة خمسة شريو في هاد الوقت هادي اللي نحل كيبني وباقي ما كيدخل العسل علاش غادي نعطيو الشماء الاساس باش يبني لنا نحل على حقاش احنا جاي لوقت هادي ديال الحوامد وغادي ندخلو ان شاء الله اللوقت ديال الليمون غادي ندخلو نجيبو شبارة كاد العسلية لسخار فيها الله وخاص يكون عندنا الشماء الباطي مبني شماء الباطي مبني باش مالين ندخلو الليمون يكون عندنا الشماء مبني وكنديرو في العسلات وموباشارا نحل من اللي كيدخل لنا العسل كيقاء اطارات مبنيين كيعمر لنا العسل وما كنضيعوش في العسل ديال الليمون ما كنضيعوش في العسل ديال الليمون إلا مدرناش هالطريقة هادي وبنينا نحل ديالنا بنينا شماء ديالنا عفوان شماء الاساس من انحل وموبنا لنا وجدناه اللوقيته ديال الليمون من اللي كنضخلو الليمون وكيدخل الليمون وكيدخلوش في عسل وما عدناش شماء ممطوط وكيدخلوش مبني وكيدخلوش في عسل كنضيعو راسنا في العسل ديال الليمون علاش؟ النحل كيدخل العسل في لوقتات الليمون نحن ما يمكن لناش كي كل عسل كيدخول ما غير يمكن لناش نعطيه المحلول السكوري النحل بركة اللي جاب ديال العسل كي يبني لنا بها الشمع من اللي كتسالي لوقتات ديال الليمون كاللقاو مثلا النحل لينا ما دير لناش العسل كتير على حقاش بنا بها الشمع الأساس والنحل إلا بغا يبني كيلو ديال الشمع شحال كي يخصوا ديال العسل إلا بغا يبني لنا كيلو ديال الشمع كيخصوا من 6 كيلو تتسبعة كيلو ديال العسل يدخلها باش يبني لنا كيلو ديال الشمع لهذا الإخوان ديالي كنقول لكم فهد لوقتة هذه اللي باقي ما كينش حال ما كيدخلش لا يدخل العسل اللي سنخدمه بها ونحايده ونعطيها الكليا حاولو تعطيو الشمع الاساس وعطيو المحلول السكري لنحليها لكم في هذه اللوقتة هادي باش يبني لكم الشمع وتوجدوها اللوقتة ديال الفايد باش في اللوقتة ديال الفايد كما كتعرفو دابال اخوان ديالي كيكونوا الناس كيقلبو الشمع من طوط باش يديروا في العسلات يجمعوا في العسل وكنديروا ها كنا كنديروا ها كنا لأصدقاء كنا كنناخدوا من عندهم ونخدموا بهم عندهم زايدين كنخدموا بهم ونحايدوا العسل ديالنا ونعطيوهم دياله ولكن كما كتعرفو دابال اخوان ديالي نحل عنده هاد الفيروس وشمع اللي غادي نسلفو مع الاصدقاء او الا متالان غادي نشريوه من عند الاصدقاء ونخدمو به مربما الاخوان ديالي هاداك الاطارات اللي غادي ناخدوه ينقدر يكونوا مرض فيهم شي مرض احنا غادي نجيبوهم ونعطيوهم الخالية ديالنا وغادي عاديو لنا الخالية ديالنا ونضيعوه في الخالية ديالنا بهالطريقة هادي بحل العام الفايت يعني كل العام زوين الحمد لله ولله الحمد نطلبوا ربي يعطينا من فضله شي عام حسن من هاداك والعامات اللي جايين كاملين نسنوا الله تعالى سبحانه يفديلين هالشي اللي داز كانوا الاخوان كي يسولوا عالشماع المخدوم اطار ديالشماع الحق تلتلاتين درهم اطار ديالشماع تلتلاتين درهم ونحن كما كتعرفوا الاخوان ديالي من اللي كيكون بنادم مزيار وكتقصد شي واحد وتقول له وبيعليا كيبيعلك شبابو غالي همتيني كيبيعلك شبابو غالي علاش كيشافوكم زيار ووقت الخدمة وكيقول لك عندي لبغيتم بيعلك تعتيني القد والقد لهذا الاخوان ديالي كرشدكم كونوا نحالة قدام ولا نحالة جداد ولا نحالة متوسطين ديروا الطريقة هذي وجدوا الاطارات ديالكم لوقيته ديال الحواميد والحواميد رغم ما بقى الهوالو يعني فهد شهر ثلاثين ان شاء الله النص فيه خمستاش ولا عشرين فهد شهر ثلاثة رغى يبدأ الليموني ان شاء الله رحمن الرحيم هم الاحسن كنقول الاخوان ديالي يقضيوا الغارات ويعطيوا الشمع الاساس ويعاونوا بشوية ديال المحلوس الكوريد ويتبناولهم الاطارات فهذا الخمستاشر يوم ولا عشرين يوم هي اللي بقى ولو يخدم معي عشرة ديال الاطارات كل صندوق يخدم له ايطار ولا جوج باش فلوقيته ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي كنركبوا لعسالة ديالنا كنسوسوا انحالوا ونطلعوا الحضنة وشمع الباطل الفوق وكنعونوا الخلية ديالنا بجوج ولا ثلاثة ديال ايطارة ديالشمع الاساس الى ما عدناش الممطوط وكنخليوا انحال ديالنا يطلع لنا الفوق والمالكة كتلها كتبيض لنا في الاطارات الججاد اللي كنعطيها لتحت كيبنيه ومنحل وكنربحوا اطارات والربحوا عسل والربحوا تنحل ان شاء الله الرحمن الرحيم اخوان ديالي تبارك الله عليكم والله يحفظكم ليا كما القاعدة وان شاء الله الرحمن الرحيم طريقات ديال وضع شمع الاساس في الخلية سيكون فيديو تطبيقي ان شاء الله الرحمن الرحيم وفي مقارب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة